وزير النقل ووزير البترول وزير النقل ووزير البترول هما الاتنين كانوا في البرلمان النهاردة والبيانات اللي بتقدمها الوزارات المعنية تبقى للجدول اللي تم ازعته مين هيروح البرلمان علشان يصدر او يطلع او يلقي بين وزارته عمل ايه قال ايه وعمل ايه كشف حساب بتقدمه الوزارات المعنية لنواب البرلمان النهاردة الفريق كامل الوزير عرض خطة الوزارة من 2014 ل2024 عشر سنين وقال تخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع باجمال تكلفة 1522 مليار جنيه في كافة القطاعات قال نفذن 1273 بتكلفة حوالي 355 مليار جنيه وزير النقل قال مصر قفزت 90 مركز من المركز كانت 118 في مؤشر تنافسية الدولية وجودة الطرق كنا في المركز 118 بعد حزمة المشروعات اللي في الطرق وصلنا الى المركز 28 وهو امر لو تعلمون عظيم من مركزنا كنا ترتيب مصر 118 على مستوى العالم النهاردة مركزنا يا مصريين 28 ده مؤشر التنافسية وجودة الطرق والنبي بالله عليكم كام واحد في مصر يعرف ان احنا قفزنا تقدمنا 90 مركز كام واحد من ابائنا وامهاتنا واخوتنا وبناتنا يعرفوا ان احنا تقدمنا 90 مركز لو كان في مجال من مجالات الرياضة كنت تتلاقي الناس كلها عارفة ليه لانه الاعلام الرياضي بيصلت الضوء طيب الاعلام بشكل عام بتاعنا ليه ما صلتش الضوء على هذا الموضوع الا يستحق هذا المؤشر تنافسية وجودة الطرق اللي احنا تقدمنا فيه 90 مركز يا مؤمنين كنا المركز 119 بقينا المركز 28 يعني مصر من افضل 28 دولة في العالم في جودة الطرق 28 دولة فيهم اوروبا كم دولة اوروبا 27 دولة لكام ابراهين ابراهين يساروت بول 29 على هذيته ابعدهم يساروت عند الدول الاوروبية والدول اليابان وعندي روسيا وعندي امريكا وعندي كندا وعندي كل الدول العالم مصر من افضل 28 دولة في العالم في جودة الطرق احنا على الاقل رقم 28 28 ولسه بنشتغل لما اعمل السكة الحديد والقطار الكفائق السرعة واعمل الربط واعمل كذا واعمل كذا ده والمينوريل هينقلني نقلة تاني مصر مرشحة تبقى من افضل 10 دول في العالم واكتر وافضل كمان يا جماعة ده انجاز عظيم يا جماعة ده انجاز المفروض نفخر به المفروض ده افضل والله من رجل بتاع التحرش افضل من التحرش والله افضل والله الكلام ده يرفع منسوب الامل الحقيقي مش الزائف عند الناس الناس تحس ان احنا فعلا دولة محترمة تليق بينا طموحات محترمة محتاجين اعلام بيعكس الصورة بشكل محترم عندي مؤشر النقل تقدمنا تسعين درج سبقنا تسعين دولة يعني بالبلد سبقنا تسعين كم دولة تسعين دولة سبقناهم ومحدش هذا الرقم تلاقي ناس ممكن يكون اول مرة اعرفوه طب احنا ليه ما بنقولش ليه ما بنعلينش ليه ما بنشتغلش ده من ضمن كلام كان الوزير بيقول جولة الطرق طب واحد يقول لي جولة الطرق استفدت من ايه قال لحاجة اقول لك حاجة واحدة بس معدل الوفيات على حوالي سوى الطرق قلت بالنسبة كان في المية 44% لو كان بيموت عندي الف انخفض العدد ل440 بالنسبة 440 يا جماعة الامر امر مش معمول صدفة عايزين بس ننتبه الى ما يقال ايضا تكلم وزير البترول الموندس طرق الملة وقال نسعى خلال ثلاثة سنوات قادمة لوضع خطة لزيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في ناتج المحل الاجمال للدولة بيقول نسعى لتعظيم الاستثمارات المباشرة تحقيق الاتفاق الزاتي من الموندجات البترولية بحلول عام 23 بيقول رغم ازمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال 2020 من تحقيق نتائج ايجابية وتوقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة قطاع البترول وقطاع النقل وقطاع الاسكان وقطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الاجتماعية وقطاع الحماية الاجتماعية كل قطاعات الصحة قطاع التعليم قطاع البيئة مفيش قطاع هاتل قطاع الاوقاف مفيش قطاع مفوش تطوير ما فيش قطاع ما فيهوش إنجاز ما فيش قطاع ما فيهوش مشروعات قومية حقيقية نتغنى بها وبحق بالمناسبة احنا عندنا حاجات يا جماعة عايزة ساعات وساعات وساعات انا ممكن اتكلم على مشروعاتنا القومية اتكلم عشر ساعات بشكل متواصل والله هتكلم اربعة وعشرين ساعة بشكل متواصل ومن غير ورق ومن غير حاجة اعود احتي لاني شفته قدامي لانه محفور في زاكرتي من حق اهلنا يعرفوه من حق الناس تعرفوه عشان ما يجيش ثلاث اربعة صيح يتجمعوا برا وقولك احنا مصر متراجعة ومصر ما فيهاش ومصر كذا ومصر كذا ومش فاهم ايه ما شافوش مصر ومش حاسين بمصر احنا اللي موجودين جوه مصر بلاش نقطع في نفسنا تاني وبلاش نقصوا على انفسنا تاني وبلاش نشيع اليأس والاحباط تاني عايز نرفع منسوب الامل الحقيقي بقول مش امل زائف بقول امل حقيقي محتاجين نرفعه للناس كل واحد هيثبي ما عمل بقول تاني انا هستفيد ايه لما احبطك هو برا هيستفيد لما احبطك يعقر مزاجك لكن انا بقولك الحق فتش شوف لو سمحت انا بقولك مش بقولك انا كل الحقيقة عندي بقولك انا بديك رؤوس اقلام من فضلك ارجع دور ارجع فتش ارجع راجع كلامي ولو غلط قل انت غلط بقولك احنا بنعمل حاجات بقولك على ايه روح في جوجل شوف روح شوف برا بيقولوا ايه علينا لكن احنا كلنا مركزين هم عايزين يخلوا تركيزنا كله في نطاق بيق نشوف ايه الحق بيكلموا علينا فيقول انسان بقولوا كذا احنا كل يوم بنقول بس قبل ما نقول بيقولوا علينا ايه بنقول احنا بنعمل